يدرك المواطن العراقي المخلص لبلده ان التدخلات الخارجية وخاصة الايرانية منها هي مأساة العراق الاكبر وهي السبب الرئيس وراء تراجع المؤسسات الحكومية في اغلب الميادين فمنذ انطلاق التظاهرات في مختلف مدن ومحافظات العراق والمتظاهرون يرفعون شعارات تندد بتدخل الايراني والخارجي في العراق اي تدخل احنا خارجي ما نريد من اي دولة خارج العراق التدخل ما نريد نريد دولة مستقلة ونريد ان شاء الله من رئيس الوزراء الجديد ان يبقى على مطالب الشعب قبل كل شيء يسوي لان اول ما صارت واول ما سقطت الحكومة السابقة من هنا المتظاهرون الغاضبون شددوا على رفضهم للتدخل الايراني بالعراق ومحاولة ايران انهاء الاحتجاجات من خلال محاولاتها اليائسة معلنين ان الجهات الخارجية لن تستطيع اخماد الاحتجاجات باي شكل من الاشكال مظاهرات ما تخلص ولا ايران تدخل بشغلة العراق لان هذا بعد ارادة شعب لا ايران لا امريكا لا اي شخص اي دولة ما تدخل بالعراق الريد عراق يكون العراق يطلع يطلع مثل قبل وللمرة الاولى يبتعد المتظاهرون عن الخوض في سياسات الحكومة ما يدل على ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كسب جانبا مهما من ثقتهم مطالبين اياه بالنظر الى مطالبهم المشروعة وتحقيقها كان الحديث عن التدخلات الخارجية غير مججن في الوقت السابق كون القاصي والداني يدركون حجم التدخل في القرار العراقي ومدى التأثير عليه الا ان حكومة الكاظمي تتبع سياسة متوازنة بعيدا عن الصراعات الاقليمية وهذا ما بدى جليا منذ اللحظات الاولى لولادتها